أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي سبعة قضاء وأعضاء نيابة عامة جدد إيذانا ببدء مهم عملهم في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي وأعرب سمو خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن عن تمنياته التوفيق لأعضاء السلطة القضائية الجدد في أداء مهامهم مؤكدا أن سيادة القانون مبدأ أساسي في دولة الإمارات وأحد الأركان الرئيسة التي قامت عليها الدولة وأكد سمو الحرص على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها